يعني تسعى الزيادة في الأشياء التي تم التعاقد عليها سابقا يعني نعم هكذا نعم يعني إذا كان حدث التعاقد والناس مثلا حجزوا إسمنت أو حديد ثم بعد ذلك بعد مدة لأنه المؤجر للتسليم بعد مدة زالت الأسعار في المصنع والمصنع أراد أن يجري الزيادة هذه حتى على العقود السابقة لنظر لارتفاع الغلال المواد الخام وغير ذلك هذا لا يجوز حرام لأن العقود السابقة قد تمت يعني وانعقدت وأبرمت وأصبحت السلعة هي في حقيقة أمر ملك للمشتري ليس البيع عليها السلطان إلا في الأجل بس ربما هي مؤجرة التسليم لكن هي في واقع الأمر أصبحت ملكا للمشتري فلا يجوز له أن يغير الباية لا يجوز له أن يفرض عليها زيادة ويجب عليه أن ينفذ العقد زي ما عقد أول مرة لأن الله تبعك وتعالى يقول أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح الحديث من حديث عبد الله بن عباس المسلمون على شروطهم وخرجه البخاري فمدام هناك شرط وهناك عقد فلابد أن ينفذ على الصور التي تم عليها التعاقد ولا يجوز زيادة أما ما يحدث بعد ذلك من عقود جديدة فالمصدر هذا يزيد أو يتصرف السلع كما يريد ترجمة نانسي قنقر